هذه الحلقة من خمس اشياء برعاية كول اف دوتي مودن وارفير حلو الله فيكم حقا جيدا من خمس اشياء هذه الحلقة لحنتكلم عن اشهر قضايا في عالم الالعاب لكن قبل ما نبدأ لا تنسوا اضعوا اللايك وشاركوا بالقناة وفعلوا الجلس والحين خلونا نبدأ اول قضية معنا هي قضية جيم براون ضد سوني ومع اي اي انتوا شايفين الضخام الموجود في القضية هذه عام 2008 رفع لاعب كرة قدم امريكية المعتزل كليفلند براون قضية تنص على ان شركة سوني واليكترونيك ارت اللي اي اي استخدموا شكله في لعبة مادن من غير اذنه وانتهت القضية بتسوية بقيمة 26 مليون دولار تم دفعها من قبل سوني واليكترونيك ارت يعني فزع ليهم جيم براون القضية الثانية معنا هي المغنية كيرين كيربي ضد سيجا المغنية المعتزلة كيرين كيربي ارفعت قضية على شركة سيجا لانهم استخدموا شكله وهيئتها مثل ما يتدعي في لعبتهم الرقص والغناء سبيس شانل 5 الانزالت على جهاز دريم كاس وطالبتهم بمبلغ 750 الف دولار وايضا قالت ان اسم بطلة اللعبة اولالا نسبة الى كلمتها الشهيرة اولالا وقبل ثالث سنوات جاه عرض من سيجا بخصوص السماح لإستخدام هيئتها في اللعبة بمبلغ 15 الف دولار واللي رفضتها كيربي وسيجا قالت ان نسخة اللعبة الموجودة فيها اولالا صدرت بين عام 1997 و1999 ومنطورين ما عمروا نسمعوا بالمغنية كيربي ولا الدروا عنها اصلا بالاساس او شكلها بعد وعشان كذا اخسرت كريب القضية وغرمت بدفع جميع التكاليف سيجا القضائية بمبلغ اكثر من 600 الف دولار لو نكساكت يا اولا لا 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 كان ابركلك فهذا القضية معانها هي قضية غريبة شوي لاعبين بيسبول معتزلين ضد جميع شركات الالعاب دارالتشاني هو لاعب بيسبول معتزل جمع شلة من لاعبين البيسبول الثاني المعتزلين وشنوا هجوم على شركات الالعاب بانهم يستخدمون اساميهم واشكالهم في العابهم من غير اذنهم وطالبوا من مبلغ مالي وكل القضايا تم حلها في عام الفين والنتيجة عدم استخدام اسامي وشباه اللاعبين المعتزلين في العابهم القادمة وهذا اللي قاعد يصير رابعة قضية معانا هي قضية ساخنة شوي القضية هذي دراج بي ام اكس ضد شركة اكليم للالعاب في عام الفين وثلاثة رفعت دراج المحترف ديف ميرا دعوة ضد شركة اكليم والسبب لعبتهم بي ام اكس 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 اللعبة كانت لعبة دراجات لكن فيها اباحية ويحات جنسية هذا اللي ادى على غضب ديف منهم لانهم استخدموا اسمه وشكله في اللعبة المنحطة هذه وشوهت صورته وطلبهم تعويذ قدروا عشرين مليون دولار واضاف ميرا ان اكليم طلبت منها استخدام اسمه في اللعبة واضحوا لان اللعبة تكون موجهة للكبار بيكون فيها بعض الايحات الجنسية على غرار الفيلم الكوميدي المشهور اير بلين يعني حاجات مرة بسيطة لكن ميرا قال انه غيروا الفكرة تماما وخلوا اللعبة اباحية بحتة ومليانة عوري في النهاية تم هناء القضية برضى الطرفين من غير اي خسار مالية ما ندريش صار واخد قضية معانا هي قضية التوأم اولسن او اولسن توينز ضد اكليم نفس الشركة بعد التوأم اولسن هم نفسهم اللي كانوا موجزين في مسلسل فول هاوس الشهير كانت البنت الصغيرة ميشيل اللي تشوفونا قدامكم هي عبارة عن توأم يبدلون بالممثيات اللي هم الاخوات اولسن فيه العاب نزلتهم كثيرة في عالم بلسة شوان من شركة اكليم والفكرة ان اكليم ما سددت العائدات المالية اللي يستحقونها من هذه الالعاب وكان مبلغ مالي جدا كبير فوق 177 مليون دولار هذا غير عقد انفصالهم عن اللي كان 300 الف دولار وزي ما اتكون سبب رفع القضية انه لان الالعاب اللي سووها مرة سيئة وتوأم اولسن يقولون انه شوه سمعتهم الالعاب خايصة طيب يعني ايش مشكلتهم والله وكبر هالسمعة على اسم نقدم ايشي ناجح بعد عملهم في وفلهاوس ما سووا ايشي ثاني فعشان كذا التوأم ذولي كانوا مرة يتخيلون انه بيعطونهم وجه وطبعا القضية خسروها وما جاهم ولا قرش وهذه كانت القضايا الخمسة الرهيبة في عالم الالعاب قولوا انشراكم فيها وايضا لا تنسون اشتركوا بالقناة وحطوا لايك ولا تفعلوا الجرس كان معكم بعد شي حياتكم العافية ومع السلامة شكرا